موسيقى النشر الاقتصادي المفصلة نقدمها لكم من الميادين والبداية نستهلها كالعدم على العنوين اقتصاد غزة يراهن على المصالحة الفلسطينية الفلسطينية لتعويض خسائر مرحلة الانقسام أسعار النفط العالمية ترتفع مدعومة بمخاوفة من فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران وتصاعد التوتر في العراق موجات الجافاف في الصومال تدفع مربي الإبلي باتجاه العاصمة وتنعيش سوقا جديد لتجارة حليب النوق أهلا بكم لم تقتصر تبعات الانقسام الفلسطيني على الجانب السياسي فقط فالوضع الاقتصادي في قطاع غزة خلال سنوات الانقسام شاهد خسائر فادحة فكم تبلغ قيمة هذه الخسائر وهل ستعجل المصالحة الفلسطينية الفلسطينية في إعادة عجلة التنمية إلى القطاع المحاصر أحمد شلدان من غزة والتفاصيل بعد أكثر من عقد من الخلاف والفرقة وقع طرف الانقسام الفلسطيني على مصالحة تجعل الماضية خلف ظهور الفلسطينيين سنوات عجاف عاشها الغزيون دفعوا خلالها أثمانا باهظة كان من أبرزها تراجع الوضع الاقتصادي خسائر ناتجة عن عدم قدرة القطاع الخاص على الانتاج بفعل الحصار والانقسام ناجم عن تجريف الاحتلال الأراضي الزراعية والمصانع ناجم عن عدم وجود مشاريع تنموية تشغل العاملين والعاطية العمل في قطاع غزة كلها مجموحة بلغت من 15 إلى 16 مليار دولار إذن هي مرحلة جديدة يأمل من خلالها سكان القطاع العودة بالاقتصاد إلى ما قبل مربع الانقسام عودة لن تكون مجانية إذ يرى خبراء أنها ستستغرق من 3 إلى 6 أعوام وبتكلفة تتجاوز الخمسة مليارات دولار لضمان تطبيق التنمية الاقتصادية تنمية يأمل المواطنون أن يلمسوها قريبا بالنسبة إلى مجال شغلنا القصة الكهرباء وفتح المعابر وإدخال البضائع والرواتب ترجع للموظفين إن شاء الله بتحسن بعض المصالحة الوضع الاقتصادي إن شاء الله بتحسن بعض المصالحة ترجع المياه لما جريها وتفتح كل الطرق والمعابر وشهد قطاع غزة على مدار سنوات الانقسام تراجعا حدا في مدفوعات السلطة له إضافة إلى تعثر الإنتاج بفعل توقف المصانع والورش وإغلاق المعابر ومنع التصدير ما جعل معدل النمو في عام 2016 أدنى منه في عام 2005 وبالنسبة إلى الغزين فالمصالحة لا تقف عند التبعات السياسية وتوحيد الكلمة والموقف فقط فتتاهر الوضع الاقتصادي طيلة سنوات الانقسام جعل من تحريك عجلة النمو والإنتاج معيارا آخر للحكم على نجاح التوافق الداخلية أحمد شلدان غزة الميادين السلطات الإسرائيلية تقرر توسيع منطقة صيد الأسماك قبال تشواطئ قطاع غزة على نحو مؤقت من 6 أميال إلى 9 أميال بحرية وقال منصق أعمال الحكومة في المناطق أن توسيع المنطقة المسموح بصيد فيها سيكون الساري المفعول لمدة شهر ونصف شهر والخطوة تخذت لمصلحة صياد الأسماك ولدعم الاقتصاد في غزة يشار إلى أن هناك نحو 4000 صياد في غزة مسؤولين عن إعالة أكثر من 50 ألف نسمة يعملون على نحو شبه يومي في صيد الأسماك ومن جهته أعرب نيزار عياش ناقيب الصيادين الفلسطينيين عن أمله في أن تضغط الحكومة حكومة الوفق الوطني الفلسطينية على الاحتلال لزيادة الصيد حتى 20 ميلا بحريا على الأقل وبموازات ذلك نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مظر حقوقي أن المدعية العامة الإسرائيلية بصدد اتخاذ قرار يقضي بإرجاع الكهرباء إلى قطاع غزة بالكمية ذاتها أي 120 ميجاوات التي كانت تزود بها قبل تقليصها في حزيران يونيو المصرم بناء على طلب من السلطة الفلسطينية ووفق المصدر فأن قرار مدعي الجيش الإسرائيلي جاء بعد جهود حفيثة بذلها المحامي خالد سوقي الذي تقدم بالالتماس إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية نيابة عن منظمتين دوليتين وقدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية عدة مرات طلبا لتأجيل جلسة المحكمة بدعوى أن الملف كبير وله عدة مرجعيات بعد غياب داما سبع سنوات عقد المكتب التنفيذي لاتحاد الصياد للعرب اجتماعه الدوري في دمشق في رسالات دعم وتضامن رؤساء الاتحادات المشاركة أكدوا رمزية اختيار دمشق لعقد الشماع أملنا أن يمثل بداية لعودة الاتحادات والنقابات العربية إلى سوريا كنا مصررين نحن كنقابة سنوات سوريا بأن يكون الاجتماع هذه السنة في دمشق ليرى جميع أخواننا العرب بأن سوريا تعافت بأن سوريا انتصرت بجيشها وشعبها وقائدها وتعود إن شاء الله الألق لنقابتنا ويعود الألق أيضا لصناعتنا الدوائيه وهذا ما سيتم وناقشته أيضا في جدول الأعمال وخاصة البرد العربي الصيدلاني طبعا احنا اجتماعنا النهاردة أول شيء لدعم سوريا وإظهار صورة حقيقية للوضع الحقيقي بعيد عن الإعلام الكاذب الذي يدعي أن هناك ضمار شامل في البلاد ما لمسنا من خلال أكثر من 12 سفير وهم رؤساء الوفود أن الوضع آمن ومستقر بل زورنا الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية قفزت أسعار النفط مدعومة بمخاوف تتعلق باحتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران وتصاعد التوتر في العراق بالتزامن مع انفجار في منصة حفر أمريكية وتراجع أنشطة التنقب في الولايات المتحدة وتصاعدت المخاوف بعد بيان عسكري عراقي ذكر أن القوات العراقية المشتركة تزعت السيطرة على عدد من المواقع الجنوبية كاركوك من أيدي قوات البشمرقة بما في ذلك منشأة غاز الشمال ومصفى نفطي والحي الصناعي الجنوبية المدينة احتمال اندلاع حرب أهلية بين إقليم كردستان من جهة والجيشين العراقي والإيراني من جهة ثانية سيؤثر سلبا في أسواق النفط العالمية إذن يمكن أن ترتفع الأسعار إذا ما وقعت الحرب من جهة أخرى يلعب دونالد ترامب لعبة خطيرة وهو آخذ في التصعيد ضد إيران آمل أن لا ينفذ تهديداته قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد المطيري إن إجمالية حجم الإنفاق على مشروع الوقود البيئي يصل إلى مليار دولار وذلك حتى نهاية ألو سبتمبر الماضي المطيري قال أن عدد العمال الإجمالية لمشروع بلغ نحو تسعة وثلاثين ألف عاملا لافتا إلى عزم الشركة على تسلم أولى دفعات التمويل الخارجي للمشروع في شهر تشرين ثاني نوفمبر المقبل كشف صندوق قطر الاستثماري عن خطط جديدة لتوسيع استراتيجياته الاستثمارية من التركيز بدرجة كبيرة على قطر إلى استهداف دول مجلس التعاون الخليجي الست الاستراتيجية الحالية تسمح للصندوق باستثمار ما يصل إلى 15% من أصوله في دول مجلس التعاون الخليجي غير قطر ومن شأن الاستراتيجية المقترحة أن تلغي هذا الصقف ويقدر إجمالي صافي أصول صندوق قطر الاستثمار بأكثر من 97 مليار دولار قال وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف إن ما من اللقاءات المقررة مع مسؤولين مصريين في تشرين الأول أكتوبر الحالي لمناقشة الرحلات الجوية لكنه أردف أن الشهر لم ينتهي بعد مؤكدا أن مصر تحسن إجراءات الأمن في مطاراتها على نحو دائم وتوقفت حركة الطيران المباشر بين مصر وروسيا منذ نهاية تشرين الأول أكتوبر عام 2015 بعد تحطم طائرة روسية إثر إقلاعها من مطار شرم الشيخ جراء انفجار قنبلة وضعها تنظيم داعش على مدنها كشفت شركة روس أوبورن إكسبورت أنها وقعت عددا من عقود الأسلحة مع السعودية عقب المحادثات مع الملك السعودي وكانت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني قد أفدت في وقت سابق بأن الشركة السعودية للصناعات العسكرية وروس أوبورن وقعت عقودا بشأن توطين إنتاج بنادق آلية كلاشنكوف إضافة إلى توريد أنظمة الدفاع الجوي S-400 والمنظومات الصاروخية المضادة للدبابات تزور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي بريكسل للقاء كبير مفاودي الاتحاد الأوروبي المعني بشؤون خروج بريطانيا من التكتل الاقتصادي ميشيل بارني ورئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر ويرافق مي في الزيارة الوزير المكلف ملفا في صالي بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ديفيد دافيس وتأتي اجتماعات بريكسل استعدادا لقمة المجلس الأوروبي يوم الخميس المقبل وهي قمة تمثل نقطة حاسمة في جهود لندن المعطلة للتفاوض على اتفاق الخروج ومن جهاته قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن الوقت حان لبدء مفاوضات جدية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومن أمام مقر اجتماع وزاراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أكدت جونسون أن العرض الذي قدمته بريطانيا إلى المفوضية الأوروبية جيد وعادل قدمنا عرضا جيدا جدا وعادلا جدا نحن نعتقد أن تحديد المطالب حق من حقوقنا فلنتوقف عن تضيع الوقت والنمضي قدما في المحادثات بطريقة جادة نأمل أن نبدأ برسم المستقبل الجديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ونبني شراكة غميقة وخاصة تتناسب مع مصالح الجانبين انكمش الفائد التجاري لمنطقة اليورو في أب أغسطس بعدما عزز ارتفاع اليورو طفرة في الوردات لم تعودها زيادة محدودة للصادرات وحال انخفاض تكلفة الوردات دون تنفيذ خطط البنك المركزي الأوروبي لرفع معدل التضخم في منطقة اليورو مكتب الأحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات قدر الفائد التجارة الصلاعية لمنطقة اليورو ب16 مليار و100 مليون يورو مقارنة بأكثر من 23 مليار الشهر السابق مع هذا الخبر ناتي لختم نشر الاقتصادية قدمناها لكم من الميادين للمزيد زور الميادين ضدنات لغتين العربية والإسبانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة